اللي هنكمل فيه الconvolution neural network هلاقي ان اه 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 دولات دخلي input image تمام والمفروض ان انا اطبق convolution layer بعدين اعمل pooling بعدين اعمل اه ممكن اعمل convolution تاني وبولنج وهكذا طبعا ال layer الاخيرة دي اللي هي full connect اللي هي فيها ايه ال features بتاعت خلاص طيب اه ال input بتاعي ممكن يبقى image grey فيها 0s و 1s بس وممكن تبقى image RGB فيها ثلاثة ايه ثلاثة ايه يعني ثلاثة matrix فيها ثلاثة حاجات ال image ممكن تبقى سريد دي نفسها طبعا اللي بنحلان احنا ناخد ايه only one value او بناخد البلاج بتاعها لو عندك هنا الconvolution انا اتفقنا طبعا ان انا بايه يعني يبقى عندي filters كتير وبالتالي هزهر لي ايه اكتر من feature map لو انت مسلا دي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لو انت بتستخدم تمانية filters يبقى يزهر لك تمانية ايه feature map يبقى ال image الواحدة بتطلع لتمانية filter map لو دخ لو كنت كرارت ان انت بعد ما تخلص الconvolution تعمل maxibulling يبقى ايه 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 نفس التمانية بس ايه لا يحصل الويتس والهاي بتوح ما يختلف لان انت ايه بتاخد مسلا maxibulling اتنين في اتنين فاتنين في اتنين اه مش اتنين في اتنين يعني الويتس فتاح اتنين في اتنين كل اتنين كل اربعة يعني دي ودي 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 اربعة حاجات بتاخد منهم واحدة بس اه وبالتالي الويتس والهايط او ال dimension بتاع ال feature map كده بتبقى قوليه خلاص بتاخد دول تطبق عليكم في اليوش يزهر لك كتير لان انت لما كان عندك واحدة طلع لك تمانية او لو عندك تمانية هيطلع لك كتير اه لو انت بتستخدم في دول تمانية فلترز باردو اه طلع لك كده ممكن تعمل ايه اه ماكس بولنج باردو يبقى ال dimension تقل بعدين بقى بتعمل تحط كل دول في فكتور واحد خلاص وبتبقى في الاخر دي اسمها الفيتشارز بتاحت هي دي الحل ليه حتة ان انا مش عايزة اطلع اعمل فيتشارز بايدي اه طبعا هنلاحظ ان في دايمانشن لكل حاجة يعني انت كان داخل لك ثلاثة ثمانين في ثلاثة ثمانين طلعوا لي اه مثلا اربعة وستين في اربعة وخمسة وسبعين في خمسة وسبعين جات منين يعني دي طبعا بيبقى لها ايه حسبة معينة اه ولا اكوشن كمان اه بس ايه يعني ممكن اقوله مخاطئة تاني طيب اه يعني في الاخر انا هستخدم اه اه هل انا كنت اقوله كل يائه مصادرتنا كونفوليوشن ماكس وولنج وفي حاجات في اركتكترز مشهورة سي امنين او كومبوليشن نون لترك ايوه لو انت بتستخدم اميج بروسسنج في حاجات اسمها في في جي جي ستاشر ده اركتكتر بيقولك ان انت هان سادم ستاشر لير واحد اثنان خلينا مسلا دلوقتي على سبيل بس الشرح واحد اثنين تلاتة اربعة دولة اربعة يبقى ان استخدمت اربعة ليرز امني في بقى البيجي ستاشر ولكن انت هان سادم ستاشر هو لقى ان التعاون مع الامج بشكل معين لازم الاركتكتر ده ليه ملوش تفسير ولكن هو عمل تستعلي ده كتير لقى ان كل ما زودنا اليرز وكل ما يبقى افضل خلاص كل ما زودنا اليرز اللي غطل ما وصلنا ستاشر يعني كل ما يبقى ايه افضل فدي معلومة طيب دي كتا المحاضرة دي في يعني طبعا في تفاصيل كتيرة ودي كانت ايه دي كانت challenge حصلت اسمها image net ان بقى فيه يعني 1000 plus ودخلنا مثلا 60000 صورة على cnn وفي الاخر طلع ال accuracy كويسة جدا فدي كانت challenge ان خلاص احنا نستخدم cnn يعني ده cnn استخدم given input images وطلع accuracy ايه كويسة فطبعا دي كانت حاجة غريبة مثلا 14 مليون 14 مليون labeled images يعني الامجز اصلا 14 مليون ماشي دي challenge 14 مليون image وعشرين الف close وعشرين الف close وطلع برضو accuracy accuracy كويسة هل ال bgg بس هو اللي معروف لا فيه Alex net وفيه linnet وفيه كتير يعني كل واحد يومنا طبعا الاركتكتر مختلفة كل واحد يوم بصدا في بس احنا الاهم بالنسبة لنا هو اللي انه هو بيشتوضن مع ال imags واي حد بيتعامل في machine learning اللي يجب يعدت على المجز الاول طيب اللي انتوا شاهدونه ده دي ال feature map فاكل لما قلنا يبقى دخل ال image وادخلها ويطلع لي feature map دي ال feature map 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 given d لو عملت لها في الاخر الاتن على انها تبقى feature واحدة او عندي قصد فيكتور فيه features كتيرة بيكون دي represented features فيه بقى بيقولك ان الامج مسلا rotated الامج فيها edges الامج مش عارف ايه فبيطلع لك حاجات script كم من المنطوك يعني ان انا لازم ادي انترودوكشن او هنت بس عن ان في حاجة اسمها تنسور فلو وكافي وكيانو وبايتورش وحاجة كترة جدا دول عبارة عن اركتوكترز مشهورة خاصة بالديب ليرنينج عايز تشتغل ديب ليرنينج ما تبدأش منك لنفسك وتبدأ كل حاجة من الاول في فريم ووركس مشهورة مجهزة لك الفونكشن زي بلت ان يعني مثلا قلت لك اعمل لي كونفوليوشن هتبدأ تعمل فونكشن دي في دي وتجمعها مش عارف ايه طب عمل لي مش عارف هتقعد تعملها باديك فالفريم ووركس دي عاملة كل حاجة جاهزة انت بس بتدخلها الانبوت وتقول لها انا عايز كام لير بتعمل ايه يعني مثلا في لير اسمها كونفتو دي بتناديها كزا مرة بس يبقى انت كده عملت ايه اكتر من لير كونفوليوشن خلاص بتديها بس البرامتر عايز انت تعمل فلتر كام في كيه فهي دي فكرة الفريم وورك اااا حاجات مشهورة جدا ااا نشوف يعني ممكن ناخدها في المعمل حسب وقت بس كتير لكن هي طبعا اكيد هتتخذ في كرسات تانية ااا ما شيل لردوم طيب ده الكمفوليوشن نورو نوتورك اتمنى ان انا يكون اديته بشكل واضح ايه الفرق بين السين ان وي والتراندشن نورو نوتورك او الثلاثة مين ااا لايرز في الكمفوليوشن نورو نوتورك اااا ااا ايه هي الضامن اآل معد lamentation المشهورة عندنا CBN avec RNN والجان والاوتو انكودر وانت yang di Santiago طبعا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الا اواندف الانسصة التاييف Architecture لايرز حسب Prestidol ker bipolar network今日 ممكن تعمل اي حاجة بقا ممكن تعمل اي خلاسفكشن او ممكن تعمل اي اكتفيشن الير على طول ومش لازم تدخل كين اين او اسف ايم او اي حين الممكن تدخل لها اكتر من الممكن يبقى وان دي او دي او سري دي لو هي ايمج او حاجة دخلتلك يعني إيمج مسلا بتطبع عليها كونفليوشن الاوببي بيبقى اسمه feature map والاوببي بيكون اقل من تلص الموجود الانبود عشان انت طبعا بتشيل تلاتة وتحط لهم كمه واحدة وكذلك في البولينج اللي ينسب عكابه بيبقى ولاية اتمنى بس اننا يعني كده قلتها بسرعة يعني لكن هي اصلا فيها تفاصيل كثيرة جدا بس مش هيبقى لها معنى الا لما ناخدها عملي تشتغل عليها فاتمنى اشوف وقت ان شاء الله ونعملها ده بس بالنسبة للستشن دي او سوري للبحاظرة دي هل في حد عنده سؤال انا 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 حاسة ان انا يعني هي واضحة ولا انا ببدأ بهاي ليفل او عامل حاجة يعني الدنيا واضحة متخيلين بس ممكن يبقى الدنيا ابسط ازاي لو ما اعتمدناش على الفيتشيرز بس انت انا دلوقتي لما بنشتغل على اي تسك او اي متحان بيجي لك وقول لك الفيتشير كذا وكذا وكذا مين اللي جاب الفيتشير دي يعني ففي حد الاول قاعد حط الفيتشيرز وبعدين بدأنا يشتغل كنن او يشتغل اسفهم او يشتغل اي حاجة فلو احنا عايزين من الستيب دي كمان ما تتعملش هي دي تبعا هو يفضل ليه بقى ليه بقى يفضل لان عارفين انتو لما يبقى في حاجة سماعا كده هتمان بس ان انا يا مثال انا يعني. مفروض كنت اعمل بس يشوش كده مسلا عندك كده ايه? يعني انا معرفش ارسم قوي بس مثلا كده. نعم? طبع انت اول ما تشوف الرسمة دي هتقولو ان هي مش عادة ايه بس انا اسطح ايه دانية. طيب الرسمة دي انا رسمة ده كورسي. فاللي حاصل ايه ان انت في العادي. ان انت في العادي اي من قدم بيعرف الكرسي بيبقى مثلا عبارة عن مش عارف ايه حاجة كده عمودية وحاجة تحت يعني واربع رجوع بس اللي حاصل بقى في الوقت الحالي ان فيه تصاميم كتير جدا فيه اللي هي الصوفة او الكنابة او مش عارف ايه فانت بتبقى عايز تقول ان ده بارض كرسي او ده كذا لو هي صغيرة حجمها صغير يعني فبتبقى انت عايز يعني ايه مش كل الفيتشورز اللي انت عارفها ممكن توصف اي داتا في الدنيا تعامني فدي فكرة الايه الديب ليرنج ان انت بس تدخل الداتا وانا هتعامل معها وعرف افهم والكمبيوتر بيعرف يطلع من الحاجة دي فيتشورز ويتعلم بقى من تلال فدي الفكرة ان انت اولا توفر وقت على الانسان ان هو يبدأ يحط يعمل الفيتشورز بيده وتاني حاجة ان حرفية ممكن هو الانسان ما يعرفش يطلع فيتشورز ويكتبها لك فهي تابل ممكن يبقى الفيتشورز دي صعبة امش يعرف يحطها علينا كذا وكذا وكذا وطبعا هتاخد وقت وبعدين ان لو انت عندك مع الوقت الفيتشورز انت بتدخلها فتغير مع الوقت يعني ممكن تكون انت مدخل زي ما قلت بيانات عن التصميم معين وانت عايز تخليه يتعلم تصميم جديد فتعمل ايه التصميم جديد تقعد تطلع فيتشورز بتوصفه لاني طبعا فكرة انك تقول انه هو في حاجة واربع جول دي مش موجودة ممكن يكون كرسي برجل واحدة والرجل دي مش عارف ايه طويلة مسلا شوية من تحت فتعملها ازاي فلازم في ايه اما توصف فيتشورز تاني اما تدخلها وتخليها لتعلم لوحد دي حاجة طبعا نتكويسة جدا اللي اذاً اذاً ق buy fiksli part of Deep Learning ايه انه هو يساعدك ان هو يطلع الفتشورز اوتي واخ واخ اشتركوا في القناة